وكان من أبرز مواد القانون تغيير مهم جداً نتكلم عنه من أول تأسيس النادي والحد قرار تعديل قانون النادي كان بيدير النادي لجنة بيطلق عليها اللجنة العليا يعني بنقول رئيس اللجنة العليا للنادي وكل اللجنة العليا عضو اللجنة العليا لكن القانون بعد تعديله غير المسمى ده زي ما حنشوف في المادة اتنين واربعين يدير النادي مجلس إدارة مكون من اثنى عشرة عضواً من بينهم اثنين من حملة الأسهم على الأقل يكون كل منهم مالكاً لعشرة أسهم مسددة قيمتها ويجري انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي وبالتالي أصبح يطلق على إدارة النادي مصطلح مجلس الإدارة بدل من مصطلح اللجنة العليا وده المصطلح اللي حيبدأ العمل بيه بعد أول انتخابات للنادي اللجنة العليا للنادي اجتمعت مرتين بعد إقرار تعديل قانون النادي وكان اجتماع يوم 16 إبريل سنة 1940 الاجتماع الأخير لإدارة النادي بمسماه الأديم اللجنة العليا وده الاجتماع اللي اتقرر فيه موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ويوم 3 مايو 1940 اجتمعت الجمعية العمومية وتم الانتخاب وكان اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي بعد انتخابه يوم 17 يونيو 1940 هو أول اجتماع تكتب عنه المحاضر اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي لكن يوم 26 سبتمبر 1940 اتفاجئ مجلس الإدارة باستقالة محمود مختارة فندية اللي هو مختارة تيتش ليه استقال مختارة تيتش استقال طب ليه ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر